بدأت دائرة الموارد البشرية بالشارقة سلسلة ندوات وجلسات تقام بعنوان رؤى نحو ريادة مستدامة واتات انطلاقا من حرصها على تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في الريادة بمختلف مجالات الموارد البشرية وتطوير الأداء المؤسسي من خلال نشر ثقافة تطوير وتحسين بيئات العمل وعلى إثر ذلك انطلقت الجلسة الأولى تحت عنوان بناء بيئات عمل مرنة ومستدامة والتي عقدت بقاعة الجادة في الشارقة بحضور ماجد حمد المري مدير دائرة الموارد البشرية بالشارقة وعدد من المدراء والمسؤولين والموظفين من كافة جهات ومؤسسات ودوائر حكومة الشارقة وقدم الجلسة المقدم عاصم العويس مدير فرع تقييم أداء الضباط بشرطة الشارقة متناولا فيها أساسيات بناء بيئة عملية مرنة تسهم في تحقيق الاستدامة ودور المسؤولين في صناعة هذه البيئة